البكتيريا كائنات حية دقيقة موجودة في جسمك وفي كل ما يحيط بك من ماء وتربة ونباتات وحيوانات وغيرها بعضها ضار والبعض الآخر نافع فهل تعلم ما هي أشكالها وما هو التركيب الرئيسي لخليتها؟ دعنا نتحدث أولا عن أشكال البكتيريا يوجد ثلاث أشكال رئيسية من البكتيريا وهي أولا البكتيريا الكروية وقد تكون مفردة ثنائية أو على شكل سلاسل ثانيا البكتيريا العصوية ويوجد منها أشكال على حسب الصوت فمنها وحيدة الصوت أو محيطة بالأسوات ثالثا البكتيريا اللولبية ومنها بكتيريا حلازونية بكتيريا ضمية نواوية أما عن تركيب البكتيريا فتتكون الخلية البكتيرية من خمسة أجزاء رئيسية وهي 1- الحمض النووي يحتوي على الكثير من الإنزيمات الهامة 4- الكابسولة وهي طبقة هلامية تكون غلافا حول الخلية ودورها هو حماية الخلية من الإفرازات التي يفرزها الجسم لمقاومة هذه البكتيريا 5- الجدار الخلوي وهو الذي يعطي للخلية شكلها كما يقوم بحماية مكونات الخلية والآن ماذا عن لون الخلية؟ ما هي الصفة التي تكسبه هذا اللون؟ وهل لها أهمية؟ إنها صبغة جرام أحد الصفة الهامة في التعرف على البكتيريا ولها دور هام في تشخيص العديد من الأمراض ويمكن أن تنقسم البكتيريا إلى نوعين رئيسيين وافقاً لقدرة الجدار على تقبل صبغة جرام وهي بكتيريا موجبة الصبغة جرام VE positive وهي التي تسمح بنفاذ الصبغة إلى الجدار الخلوي مما يؤدي إلى تلون السيتوبلازم باللون الأزرق وبإمكانها الاحتفاظ باللون داخلها والنوع الثاني هو سالبة الصبغة جرام VE negative وهي التي لا يستطيع جدار